السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في جرينوي حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن نوع من اشهر نباتات الزينة وهو نبات اذن الفيل الاسم العلمي الدفنباخيا او دومبكين موطنه الاصلي كولومبيا وكستاريكا النبات ده زي ما احنا شايفين بيتميز بورقه الجميل الورق بتكون حجمها كبير ولونها اخضر غامع بيتخلى له خطوط صفراء زي ما احنا شايفين كده في الصورة بيصل ارتفاع النبات الى متر او اكترش نباتة الدفنباخيا هو نبات محب للجو المعتدل بيفضل رش ورقه ما بين فترة والتانية بالنسبة للتسميد بيكون كل اسبوعين الري معتدل يعني زي كل النباتات بنرويه في الصيف مرة في اليوم وفي الشتاء بيكون من مرتين لتلاتة في الاسبوع خسب حاجة التربة الاضاء اللي بيحتاجها هو نبات ضل بيحتاج الى ضوء شمس غير مباشر وتهوية جيدة بالنسبة للتكاثر فهو بيتكاثر بالعقل عن طريق ان احنا بناخد عقلة طولها من 25 ل 30 سنتي وبنحطها فيه اناء زجاجي لغاية ما بتتكون الجدور بعد كده بناخد العقلة وبنحطها فيه القصيص الجديد بالرغم من جمال نبات الدفن باخية الا ان هو بيعتبر من النباتات السامة لان العصارة اللي بتفرز من اوراقه او الصاق لها تأثير سام جدا في حالة مضغى اوراق النبات ده بيؤدي الى حرقان شديد في الفم والحلق صعوبة في البلع والكلام في الحالات اللي بتكون فيها السمية متطورة شوية بيؤدي الى تورم اللسان عشان كده لازم نبعد النبات عن متناول ايدي الاطفال خصوصا الاطفال اللي بيكون سنهم اقل من 5 سنوات كمان يجب ان احنا نتجنب وجوده في حالة تربية الحيوانات الاليفة في المنزل زي القطط والكلاب لانه بيكون له نفس التأثير السام عليهم برضو نتجنب ملامسة ورق النبات للعين لان ده بيؤدي الى احمرار وحرقان في العين عايزة اقول لاصحاب المشاتل ان هما لازم يحطوا ملصق تحذيري على النباتات السمة من باب الامانة حفاظا على حياة الناس خصوصا للاطفال لان اعراض سمية النبات بتظهر اكتر على الاطفال الصغيرين اللهم احفظ اولادنا جميعا ياريت كمان لما نيجي نشتري نبات بنسأل عليه صاحب المشتل وبنقرأ عنه وبنتعرف على طريقة العناية به والاحتياطات اللي ممكن تجنبنا مخاطر اي نبات حلقة مفيدة وعجبتكم اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله في امان الله